النعمان بن ثابت المرزبان الشهير بالإمام أبي حنيفة أصله من أفغانستان ولد سنة ثمانين هجرية في الكوفة وعاش فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام الشعبي في محلنا إنه لفضل كبير يا شيخنا يا إمام العلماء في الكوفة كلها ما شاء الله طورت محل أبيك يا نعمان ونجحت أفكارك الجديدة في التجارة هذا بفضل الله يا شيخنا لقد تعلمت أصول التجارة ممن تخصصوا فيها أتمنى لو استخدمت ذكاءك في تعلم الدين أي فرع من علوم الدين؟ تحفظ القرآن مثلا ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته إذن تحفظ الأحاديث النبوية سأكبر أيضا وأنساها إذا تعلمت الفقه لن تنساه وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاء نعم هذا ما يرضي طموحي ولكن ممن أتعلم الفقه؟ من شيخ الفقهاء في الكوفة الإمام حماد بن أبي سليمان وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟ لا والله يا شيخ حماد سأخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي حسن نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر أعلمك ثلاث مسائل في الفقه تحفظها؟ ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك ثلاث مسائل جديدة ثلاث مسائل فقط في اليوم؟ لا تتعجل البحر أصله نقطة ماء والجبل أصله حبة رمل استمر أبو حنيفة موظبا على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان وبعد ثلاث سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم بعد عشر سنوات أصبح أبو حنيفة نابغا في الفقه وله تلاميذه ومريدوه مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غدا ولمدة شهر كامل اطمئنه سيستمر درسنا كما هو أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود أنا يا شيخنا؟ نعم يا نعمان صرت فقيها وعالما وأفضل من يحل محلي في غيابي تحقق لأبي حنيفة ما أراد وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية وسنشترك جميعا في التفكير والتدبر والإجابة عليها شفاك الله يا شيخنا والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي وأنا أيضا يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها ستعود إلى مجلس علمك قريبا بإذن الله لا يا نعمان أشعر أنها النهاية ولا يسر عني إلا وجودك مكاني أنت الوحيد القادر على استكمال ما بدأته من دروس الفقه شرف عظيم ومهمة صعبة استمر كما بدأت في غيابي وضع مجموعة من العلماء في الصفوف الأولى واستشرهم في كل المسائل الفقهية قبل أن تتفقوا عليها وتسجل في الجلسة هذا ما أفعله ووصلت بالعدد إلى أربعين عالما في كل المجالات حتى إنني أستعين بأصحاب الخبرات من التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية في التاريخ كله وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد هذا ما تعلمته منك يا شيخنا لا يا نعمان لقد تفوقت عليه وأصبحت لك مدرستك الخاصة ولكني سعيد بذلك نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري وما معنى الفقه التقديري؟ أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن وما فائدة ذلك؟ حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تبعدت السنون وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية أعطنا مثالا يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها أكتب يا أبا يوسف لنفرد مثلا أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها ثم جاء أناس وفردوا أسوارا حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها فهل يحق لهم ذلك؟ بالطبع لا يحق فإنها ملكات عامة لابد لهم من العودة لولي الأمر رأيان وجيهان أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض الـ انتظر يا أبا يوسف لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية أبو يوسف أهلا يا سيدي بحثت عنك في كل مكان وتمنيت أن لا أجدك هنا هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟ إنها الحاجة يا شيخنا أريد أن أوفر تكاليفة معيشتي وليس لي عمل آخر هذه مئة درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها أشكرك يا أستاذي أنت أنجب تلاميذي وأنا حريص على وجودك في مجلسي وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت حمد لله نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقهة وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه أنظر إلى أبي يوسف لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقاً مع أستاذي حمد هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟ لا، ولكن دعنا نداعبه قليلاً اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلاً أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضاً للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه والسؤال هنا هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟ إذا قال أبو يوسف نعم من حقه قل له أخطأت في فتواك وإذا قال لا ليس من حقه قل له أيضاً أخطأت في فتواك لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة عفواً، لقد أخطأت يا أبا يوسف انتظر، معك حق من حق الخياط أن يأخذ الأجرة عفواً، لقد أخطأت يا أبا يوسف ما هذا؟ يدعي أنه أخطأ في الحالتين؟ إنها حقاً مسألة معقدة آه، أراد أن يختبراه بها آه، والله إنه لم تحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان هيا بنا وصلتني رسالتك يا أستاذي وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته، فهو يستحق عليه أجراً وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه، فهو لا يستحق عليه أجراً ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة أيها الناس، يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف ما شاء الله الاعتراف بالحق فضيلة الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم وظل أبو يوسف تلميذاً في مجلس أبي حنيفة